يسعد اخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات ان يقدموا لكم هذه المادة فيها عظات وعبرة عظيمة جدا قصة اصحاب الاخدود وزا ما قلنا في الحلقات اللي فاتت لقيت القصة دي بالذات في بداية الحلقات دي ان فيها دروس عظيمة جدا هتفتح معانا مجال عظيم جدا في ما بين الاسرة وما بين التربية والتنشئة والتضحية والبذل والعطاء والاثار اشياء جميلة جدا محتاجين احنا نحييها في نفوس ابناء هذه الامة الميمونة المباركة كلمنا مرة لفاتت عن انه كان هناك ملك وعند هذا الملك ساحر والساحر ده كبر كبر في السن بدأ من يلأته مع الله عز وجل ارجع اليه سبحانه تعالى بقى وخلاص ربنا يعني عفو الله عن ما سلف ابدا يعني هو متلاهف جدا للانتشار هذا الشر وبقاء هذا الشر من بعده والنبي صلى الله عليه الصلاة الى صلى الله عليه صلى الله عليه و Being 트� Fishodie يقول كما عند مسلم و من سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها و وزر من عمل به الى يوم القيام keh skinny فعليه وزرها و وزر من عمل به الى يوم القيمة من إذا مات طويت صحيفته سيئاته إنما ده مشكلة مشكلة يعني بدل من رجل يفكر فيه إزاي يعرف عنه وإن يغفر له وإن الزنوب دي كلها تنقلق إلى حسنات أو على الأقل تغفر فلا كل اللي يفكر فيه إزاي إن الشر يستمر من بعد ولا يحاول ولا يقول قتل بالله العظيم ودي إحنا بنقول برضو نصيحة لأباءنا وماتنا اللي كبروا في السن وهم ما كانوش بيسمعوا يعني إيه دعوة ويعني صحوة ويعني إيه دين ويعني إيه سنة طالما عرفت الحمد لله رب لأنه القلقية عليك بحجة ابدأ من الآن تقول ليها يعني بعد ما شاب ودي الكتاب أبدا والله ده بيبقى كبر في السن وبتبقى بداية جميلة جدا ليه بفضل الله سبحانه وتعالى وأبشرك بحديث جميل جدا أصوك وليك بس صلى على حبيبك صلى الله على سلام حديث جميل قوي وبيفتح باب الأمل لكل إنسان كبر في السن ولسه هيتوب النهاردة الإله دي إن شاء الله دلوقتي حالا إن شاء الله الحديث الرؤون المنذري بسند جيد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ده كبير جدا في السن ودرجة أن حواكبه شعر حواكبه سقط على إيه أو سقط حاجبه على عيني من كبر السن فدخل على النبي وهو كان لسا ما أستمش فقال يا محمد إني قد عملت من الذنود ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا فتبسم نهر الرحمة من بوع الحدن والله العظيم يا جماعة البسمة الجميلة ديت من أي داعية والله العظيم لها أثر عظيم جدا في توبة كثير من الناس وبقول لك بصدك من قلبه والله العظيم بسمتك الحلوة ومعاملتك الحانية ديت لها أثر عظيم جدا في نجاح دعوتك فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم في وجهها الضرج وقال له أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشهد قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات الراجل مش مستعب الموضوع لأنه هو عامل حاجات النبي ليس ما عرفهش يعني صلى الله عليه وسلم فراجل بقول له وغدراتي وغدراتي وفجراتي يا رسول الله إنت أتعبش أن عملت إيه ده أن عملت بلاوي وغدراتي وفجراتي قال وغدراتك وفجراتك فولد الرجل مكبرا الله أكبر الله أكبر والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم حتى غاب الرجل عن عينيك فأوع تقنق من رحمة الله سبحانه وتعالى ابدأ من دلوقتي من عمر سبعين سنة ابدأ من دلوقتي ثمانين سنة تسعين سنة ألف سنة يا سيد وفيش مشكلة ابدأ طالما أنك لم تغرغر وطالما أن الشمس لم تشرك من مغربها خلص يبقى باب التوبة مفتوح أن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوبى موسيق النهار ويبسط يده بالنهار ليتوبى موسيق الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ويعني يتوب الله عز وجل على العبد ما لم يغرغر ما لم يغرغر ما لم تصل الروح إلى الحكوم فربنا يرزقنا وإياكم توبة النصوح لعن لو عسى يمكن واحد من أبائنا ربنا يا رب يحفظكم ويرزقنا وإياكم حصنا الخاتمة واحد عمده ستين سبعين سنة قعدوا قدام دروقتي يمكنوا والله الكلام كويس وإن شاء الله من اللي للادي هتوب وصلي ومن بكر هصوم إن شاء الله وخلاص وحياتي تبقى كده ويموت لللادي يكتب له كل الأعمال كل عمر اللي فده كله كل الزروب والمعاصر بتاعت ستين سبعين سبعين سنة تخاذ حضرك بقى لما تتقلب حسنات يا الله تخاذ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيأتيم حسنات وكان الله غفورا رحيما تعالوا نخش على بيت الحديث بقية الكصة بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم السحر بيقول للملك يا جماعة بيقول له ابعث إلي هلاما أعلمه السحر خب بالك بقى ليه أصلا أنا كبرت وخلاص بقى ما بدش قادر هنا أقوم بأعمال السحر فأنت هات لواحد أعلمه الملك ده ما كانش عند راحة الزكاة إيه الدليل على كده أكيد حضرتك برضو بتسأل نفس السؤال طب هو الملك ده كان بيعتقد إن السحر ده عنده قدرة على السحر وعلى فعل الأشياء الخارقة للعادة وإنه بيعمل أشياء يعني قد تكون قريبة قريبة في الشابه فقط من الكرامات وإنه بيعمل وبيعمل لأن الكرامة لا تثبت إلا لولي لا تثبت لإنسان شقي عايش على السحر وهذه الأشياء فإذا كان الملك كان بيعتقد في هذه الأشياء طب ما كان يسأل السؤال ده مش أنت سحر وبتعمل كل اللي أنت عايزه ولو عايز تحول المية لدم بتعملها وش عارفه تعمل إيه وتعلق لومط في الحيطة وبلح في السقف يعني بتعمل اللي أنت عايزه كله واخد بالك وتريب البطيخ الشمام والشمام مانجا وشعف إيه طب ما تسحر نفسك وترجع الشاب ابن عشرين سنة مش سؤال وجيه سؤال وجيه مدام الساحر عنده قدرة على أنه يسحر هذه الأشياء طب ما يسحر نفسه بدلا ما أنا بسحر غلام عشان ينقلب إليها مش عاف إيه واسحر التعبان عشان ينقلب إليها طب ما يسحر نفسه وأرجع الشاب بحير وجميل كده عند عشرين سنة وأبتدي من تاني رحلة السحر مع الملك لكن الملك لأنه مطموس على عقله ومطموس على قلبه لم يدرك هذه المسألة بعض الناس اللي بتشوف على بعض قناوات الفضية قناوات الساحر يليليك الساحر يوم عامل إيه مشاور بإيديك كده الاتنين قادين على الأنطرية شباب بيحكولي اتنين عادين على الأنطرهات فالساحر يوم جاي قدام الجمهور وبعدين بعض الناس كذبوه قال لهم لا طب خلاص تعالي نعملها بره في الشارع مش على المسرح إن كنت تقولوا فيه حاجة متعلق فالكراسة ولي تعالي نعملها في الشارع وفعلا بيقول لك مشاور بإيديك كده فالاتنين اللي عادين على كراسة الأنطرية اترفعوا في السماء كده الفوق كده مثلا خمس ست دوار وهم عادين على الكراسة وبعدين في النهاية راح مشاور ينزلوا راح نزلين ويقول لك ده مش ممكن ده راجل يعني يعني رهيب أقول لك أبدا هو راجل يستعين بالجن والجن له قدرات معينة تختلف عن قدرات البشر والاستعانة بالجن تستلزم تستلزم أن يكفر الإنسان بالله جل وعلا حتى يكون الجني مطيعا له خب بالك وكلما ازداد الساحر واحفظ الجملة ديت وكلما ازداد الساحر كفرا بالله كلما ازداد الجني طاعة للساحر مصيبة مصيبة يا جماعة اللي احنا مصدقيني الكلام ده هو السحر بيعمل ايه وصحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر العظيم هو يصحر عين الإنسان اللي بيمسك للبضايا وبعدين يبس اهو ايه بفتح ديه بتفتحها ما تليش البضايا مرة واحدة تتلاف يدي التانية هو ايه بيحصل هو يصحر عين الناس هو يصحر عين الناس او ان الجن يأخذ البيضة فيخفيها ثم يضعها يضعها في يديه الثانية والناس لا تدري لا تعلم ان الجن بيساعد هذا الانسان شاهد في الموضوع ان الملك مكان شوى خباره ان مفيش اي انسان في الدنيا جماعة يعلم الغيب الا الله ما توحده لا اله الا الله يعني عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رسد ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا الله اكبر يبقى اذا مفيش حد في الدنيا يعلم الغيب على اطلاق ابدا الله طب من النبي كان بيعلم بعض الغيبيات اي ودي بعض الغيبيات اذن الله عز جل فيها للنبي ان يعلمها زي علامة الساعة الصغرى وعلامة الساعة الكبرى وزي مثلا ما كان يخبر وهو واقف صلى الله عليه وسلم وحديث الله البخاري لما الصحابة راحوا في غزوة مؤتة أو سارية مؤتة وكان عدد المسلمين ثلاث تلاف وعدد الكفار من متين الف ونبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري واقف يوصف للصحابة القتال وهو قاعد فين في المدينة يقول اخذ الراية زيد بن حارث فاصيب يعني مات قتل فاخذنا جعفر بن عبي طالب فاصيب ثم اخذها عبد الله بن روحة فاصيب ثم اخذها سيف من سوف الله جل وعلا اللي هو خالد ابن الوليد ففتح الله عز وجل عليه والنبي عينه تذرفان الدموع فنبع سام وقف في مكان ويوصف حاجة حصلت في مكان تاني ده غيب ولا مش غيب طبعا غيب لكن من اللي اذن للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا غيب الله الله سبحانه وتعالى هو الذي اذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالغيب وإلا لما سأله جبريل مات الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل مش ده غيبة مش الساعة ده غيبة يا جماعة قيام الساعة ولما الصحابي جاء سأل النبي عز وجل والحديث روال بخاري ومسلم عن أنس ابن مالك قال يا رسول الله مات الساعة فنبع الساعة صرفاه من المهم إلى الأهم مات الساعة الهيام أمتى قال وماذا أعددت لها قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنت مع من أحببته يقول أنس روى الحديث فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث لماذا يا أنس رضي الله عنه والدوط قال فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالين واحنا ورب الكعبة بنحب النبي نحب كل الصحابة نحب كل الصالحين في كل زمان ومكان ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالين نلجع لنص الحديث تاني ونشوف بقى العبرة اللي جاي فقال الملك والساحر طبع تقول لي بقى احنا من قط بقى العبرة والعزات هننسى الحديث تفسه وننسى القصة لا ما تشغلش بالك انا كل مدى افكرك واجيب لك من الاول هتلاقيني كل حلقة كده بجيب مرشدين وامجيب لك من الاول الحديث وافكرك بايه بالكلام بتاع الحديث فقال الملك ابعث لي غلاما واعلمه السحر السؤال اللي اكيد بيخطر على بالي وعلى بالك وعلى بالك يا ميدان انت كمان وعلى بالنا كلنا هو ايه اسبعنا الساحر قال عايز غلام ليه ما قالش عايز واحد عنده 20-30 سنة او واحد عنده 50 سنة يكون انسان كده راكز والحمد لله وعائل تمام ليه ما نقاش كده قالك لان الغلام كما يقولون النقش او التعليم في الصفر كان نقش ايه كان نقش على الحجر ان الغلام ده هيتعلم بسهولة جمد جدا ويحفظ لان الذاكرة بتاعته ما شاء الله ما زالت زي ما قلوه كده الهرد فاضي فانت هتملى الهرد بقى خبالك انما لذا حالتنا بقى الهرد بتاعه هنج خلاص ده يعني فهم ازاي اتملأ وبقى يعلق وخبالك يعني ايه والذاكرة بتضعف كل مادا الذاكرة تبتدي تضعف فالقال نسب غلام غلام ليه بيحفظ بسرعة يزاكر بسرعة نبيه فوق ده كله لما يتعلمه صغير يفضل بقى سنوات طويلة جدا يخدم مالك الغلام سنه من ثلاثة لتسعة قول سنه تسعة سنين لما يتعلم السحر يبقى عنده عشر سنين يفضل قعد مع الملك كمان ستين سبعين سنة يخدمه يعني الملك يكون مات وشي بعموت يبقى الملك كده ضمن ان واحد يفضل قعد معاه فترة كبيرة من الزمن صح والله فتا كان ذكاء من الساحر نفسه وزي ما بيقوله كده ايه يعني هو ركز على الغلام لان تربية الغلام على السحر من صغري تنفعه تنفع مين تنفع الملك انما وده يدينا درس مهم قوي التركيز على تربية الناشئ الصغير تاخد بال حضرتك يعني انا حتى يعني بعض الناس كان سألوني هو انت ليه عملت في القناة درس الاطفال معيني ده تعرف الموضوع معاملة الاطفال موضوع معاش سهل يعني ده نأدي تلتة اربعة دروس فتفضة كل درس ساعتين اسهل عندي من الساعة اللي بوضعها عن اولاد لان الاولاد تقدر تسيطر عليهم وتكلمهم وتوصلهم معلومة هم يفهموها ويتقبلوها وتنزل بقى من عمرك ده كل الحد سن الاطفال وتبتدي تقولهم الحاجات هم يستوعبوها مسألة مهاش سهلة لكن ليه تغطع لان على يقين من ان الناشئ ده لو قدرنا نشكله من صغري على حب الدين حب الاسلام حب ربنا حب النبي حب السنة حب الاداب الاسلامية الجميلة والاخلاقيات الحلوة دي كلها يبقى احنا كسبانين يبقى احنا فعلا كده هنجن الخير لدنا والبلدنا بلد تطلع بدل ما يبقى كل الجيل اللي طالع ده جيل بقى ربنا عافين عافيك كله بقى جيل في البنجو والحشيش والنساء والرشوة والسرقة وكان ده كل لا احنا هنجن نطلع جيل من جيل افاضل جيل الناس يعرفوا يعني ايه غض بصر يعني ايه صلاة رحم يعني ايه بيري والدين يعني ايه ينزل ويوطي ويحني جبهته ويبوس ايد امه ويبوس رجليها يعني ايه انسان يجيل يطلع يحط جبهته وانفه ده في الطراب ويزجد دل خارب جل وعلا ويزل نفسه لله سبحانه وتعالى ويدوق طعم الطاعة ولذة الطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى هايزين نجيل بالمنظر ده هيجي ازاي ما جيش بقى بعده ما يبقى عنده خمسين سنة يقول له تعالى نربيك وخبالك لا نجيبه بقى ونهو صغير كده لسه عنده اربع خمسين ونبتدي بقى نربي نبتدي ايه نربي ونبتدي نعلم ونبتدي نقول له ده مش هنقول له بقى من ناحية حلال وحرم الطفل ما يفهمش حلال وحرم وانما الطفل يفهم ده صح وده غلط وده عيب وده مش عيب وده جميل قوي وده حلو قوي وانت كده تبقى جميل وتبقى لزيز لما تعمل حاجة كده ويبقى انت كده بتحب ربنا وربنا يحبك لما تعمل كده وهكده وتبتدي توصل للطفل ولكن الطفل دائما يحب ايه المعلومة البسيطة والصول البسيط والبسمة والضحكة وسبحون وزيك انا اتبسط جدا في دروسي مع العطفال ليه لان ده طفل ماينفعش ان انا اكلمه واقوله بما انه وحيث اذا مش هيفة موات كده بلازم اتكلمه باللغة بتاعته اقبالك يعني لازم بعض هذر معه ودحك معه والله يقوله لا بس الواحد بس عشان برضه يعني البريستيش زي ما بيقوله كان الواحد يجيلهم بترين جوال نعم بقى ونهيس بقى ونضحك مع بعض يعني رمبيريا بقال فيكم جميعنا ويك على الخير فشات في موضوع ان سلافنا الصالح رضي الله عن مرضهم كان اتمامهم الكبير جدا بتربية النشأ كانوا يصومون صبيانهم ويعدون لهم اللعبة من اكلهم اكلنهم فشو بقى دي اهتمام السلف بتربية الاولاد كانوا تحفيز القرآن ده كان شيء مشهور جدا عند السلف ان اغلب اولاد السلف يختم القرآن عنده خمس سنين ست سنين يوم يعني يعني عجز قوي بقى سبع سنين سبع سنين ختم القرآن بسم الله ما شاء الله ما شاء الله كانوا يربونهم على السير والمغازي كانوا يعلمون اولادهم السير والمغازي كما يعلمونهم السورة من القرآن كما قال كثير من السلف هذا الكلام وكانوا يربونهم على حب الله وعلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير حقيقة انت قاعد مع ولادك كده وبعدين تسمع مثلا احد المشايخ بيتكلم فقال رسول الله فانت قاعد ففجأة ابنك ليه كي تقول صلى الله عليه وسلم وتبتدي ايه تمقايم ومنطفت كده وبتقولها بصوت ايه فالابن يتربى على ان في قدر عظيم جدا للنبي صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك ان ابي اول ما سمع كلمة قال رسول الله اموت نفط كده وقال صلى الله عليه وسلم الامام مالك محمد الله رحمة الله وسلم كان لا يروي حديثا للنبي وهو متكئ ابدا لا يمكن اول ما اسمع قال رسوله كان يجلس واعتدل لماذا يا امام قال اسمع حديث النبي وانا متكئ هذا لا يكون من الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتربي الولد هذه التربية بفضل الله سبحانه وتعالى ان هذا النشأ ينفعك ابنك ده بتربيه لمين مش عشانك انت يعني ما بربيش ابني علشان ابني ده يطلع ينفعني لا انا بربي ابني لله لله لو ربيته لله يقينا ربنا سبحانه وتعالى هيقر عينك بهذا الابن الله شو بقى اذا مات الانسان انقاطع عبره الا من ثلاث من بينها او ولد صالح يدعو له في رواية ابن ماجهة بسند صحيح حديث انا روى مسلم في رواية ابن ماجهة بسند صحيح الصلاة والسلام او ترك ولدا صالحا يعني حتى لو لم يدعو له فهو في ويزان حسنة ليه الولد من كسب ابيه وده الاستدلال الاستدلال ابن عباس رضي الله عنهم من قول المولى عز جل تبت يدى ابي لهب وتب خبالك ما اغنى عنه ماله وما كسب ماله وما كسب قال ماله وولده ما كسب يعني ولده ما اغنى عنه ماله وولده فالولد من كسب ابيه كما قال صلى الله عليه وسلم وفوق ده كله كمان بقى فوق انه ينتفع بالعبادة التي يفعلها الولد يكون ده في ميزان حسناته يعني قد كم مرة كان اخر بيصلي الضهر معنا وعنده ما شاء الله عشر اولاد صبيان وكلهم كبار فلما صلينا الضهر فقال له الحمد لله انت صليت الضهر مرة انا صليت 11 مرة ازاي قال انا صليت الضهر وولادي العشر صلي الضهر وكل اعمالهم في ميزان حسناته ابنك لما نقرأ حرف واحد من كتاب الله الحرف الحسنة والحسنة بعشر ام ثالية 600 حرف 6000 حسنة كل ده تبقى في ميزان حسناتك تخيل الحقيقة لو عندك بقى مثلا 10 اولاد 15 ولد كل ده يعبد ربنا يطيع ربنا يقرأ القرآن يذكر الله يصلي يصوم يحج يزكي كل هذا في ميزان حسناتك ولذلك يعني لاننا جميعا بمثابة ابنائي للنبي صلى الله عليه وسلم فكل اعمالنا تكون في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهتهم صلوات رب وسلامه عليه ورد الله عن ازواجه وعن كل الصحابة اللهم امن خدت لك المسألة عامل ازاي طب جيت دخلت الجنة وحتى وانت في الجنة ربنا يجمعنا ايكم في الجنة حتى وانت في الجنة لو كنت وصلت الدرجة معاناة في الجنة واولادك في درجة اقل عشان ربنا يقرأ عينك في الجنة يقوله جل وعلا والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما قلتناهم من عمليهم من شيء الله ابقانا في درجة معاناة في الجنة ابني كان اقل مني في الطعام بس انا ابني ده وحشني انا نفسي شوفه ومن كمال يعني ايه من كمال المتعة في الجنة ان الانسان ربني يجمعه هو حبيبه هو حبيبه عشان كده بقول ربنا يجمعني واياكم من انتم حبيبي ربنا يجمعني واياكم في الجنة رب العالمين فربنا سبحانه وتعالى اكراما لهذا العبد يرفع له ذريته في الدرجة بتاعته في الجنة عشان يكونوا معاه في الجنة طب فوق ده كله انت ممكن نفسك درجتك تترفع في الجنة بسبب ولدك ايه الدليل على كده عايزين كل حالة الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عنده احمد والنساء بسناد الحسن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لترفع درجته في الجنة فيقولوا ان هذا فيقالوا باستغفار ولدك لك يخدت بالك المسائل عاملة ازاي عشان كده بقول لكل اب وكل ام يخدت بالك بقى شوف قصة اصحاب الاخدود هنطلع منها بقى ونتشعب في كل مسائل التربية اللي ممكن تتخيلها في الدنيا دي كلها وكل مسائل هنتكلم في مسائل عقيدة ومسائل التربية وكل ما تتخيله هنتكلم فيه من خلال قصة اصحاب الاخدود بقى انا يا عشان كده بقى أنادي وقناشد كل اب فاضل وكل ام فاضلة بالله عليكم فض وقت لولادكم ولادكم ده الامانة في علاقنا جميعا اقعد مع ابنك مع بنتك مع ولادك اقعد علمهم ذكرهم بالله هينفعوك هتنتفع بهم والله هينفعوا هذا الدين وينفعوا الوطن وينفعوا اهلهم وينفعوا انفسهم بفضل الله سبحانه وتعالى انا بقول لأي انسان خايف على ولادك خايف على ولادك من ايه من الظروف والدنيا فعشان كده بعملوا منشين ابدا وليخشى الذين لو تركوا من خلفين ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا كان سعيد ابن مسيب رحمه الله رحمه 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 سعيد كان يقول لابنه محمد والله يا ابني اني لازيد في كل يوم في صلاتي رجاء اني يحفظني ان يحفظني الله فيك انا كل يوم بزود في النوافل في العبادات عشان ربنا يحفظني فيك ويحفظك لي شوف الفهم العالي اللي سلفنا الصالح رضي الله عنه مرضان فهي دين مسألة ان احنا نعلم مع ولادنا نعلمهم نذكرهم بالله طربة قلب الولد بالله سبحانه وتعالى ان النعمة يا حبيبي ربنا رزقنا النعمة دي يبا مين اننا رزقنا حبيبي الله من اننا رزقك في نعمة البصر الله اعود تذكره دا من ملعم ربنا وكل حاجة جميلة اربطها كده ايه بان ربنا هو اللي رزقنا حبيبي ربنا هو اللي اعطانا هذا ربنا هو اللي اكرمنا بالنعمة دي وهكذا تحببوا في النبي عسلام بتعرفوا لهولا النبي حبيبي صلى الله عليه وسلم لهولا ان ربنا يصلنا بعثة النبي عسلام احنا ما كناش نبقى نساوي حاجة خارج يعني ربنا يعني جعل لنا هذه القيمة العظيمة ببعثت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقت اضعه وقاله النبي علمنا كذا وعلمنا كذا تحتى التخيل حبيлуч لما كانش النبي علمنا كذا كنا هنعمل ايه تخيل لو ما كانش دال dengan العرفنا فرل والدين كنت عطا فائد �れて تأذيني وانا اغزى والدي واده يبقى اغزى والده وكانت تدوني وكنا هتيقرةQUE становится غابة يا ابني كناش نعم في عيش حالس شفت ان النبي كان جميل ازاي شفت ان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حكايات حلوة ازاي حببه في النبي عرفه مين هو النبي رعليه سيرة الرسول على السلام بدأ ما تحكيله حكايات أمنا الغولة وأبو رجل مسلوخة والعين يطلع خايف العين ينزل تحت الشير حاجة لابوه بالليل وهو طالع يا ماما الحقين يا أبو رجل مسلوخة باستخبيري تحت الشعب والعرادي يطلع مرعوب فعلا والله ويام الشباب كتير كما في سننا وإحنا صغيرين كان يجيله رعب من أنه يمشي في الظلمة ليه لأن الأب بيحكيله وحبيبه وانت ماشي وخب بالك وهيطلع لك مش عارف الجنية قصة جنب البحر فهتطلع لك وتلاقي ديلها عمزل ديل السمكة ولا تعيني يتخيل أي المنظر ده حتى لو مش شايفه فإطلع هنا كمان وخايف وطب وليه علم إبنك سيرة الصحابة رضي الله عن مرضان علمه إزاي الزبير بن العام فتح مصر مع عمر بن العاصب إزاي نورمى نفسه بحسن بابليون وعمل وضحن علمه إزاي عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك علمه إزاي أن سيدنا ألس كان بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين علمه إزاي أن سيدنا أبو طالحة كان يتطرس على النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه وإن طالحة بن عبيد الله كان بيحمي نبي في غزة أحد إزاي وساعد ابن أبو قص كان بيعمليه علمه علمه السير الجميلة دي علشان يطع الولد بالبلد كده عايزك تلبي ابنك تربية القادة لا تربية العبيد ما تقولوش حبيبي أمل في الحياة إنك تطلع جون تربولت هيتطلع جون تربولت عايزة حبيبي تطلع مايكل جاكسون أمنية عملة أنا مش عارف طب وليه زي بعض الأمات يعني تسأله مثلا تقول له مثلا أمنتك حاجة ابنك تطلع مهندس يطلع دكتور يطلع مثلا زابة شورت عشان يبقى لنا ظهر طب الولد ما قدر الله حصله أي ظرف حادثة مش عارف إيه ربنا يا رب يعفو عن جماعة أولادنا يا رب العالمين فذهب بصره تقولك أمرين يا الله يطلع شيخ يعني يعني خلاص هم يعني المشيخ اللوعين يعني مثلا طب مايبقى برضو منعمة البصر ويطلع شيخ برضو سبحان الملك فهذه المسألة اللي بقى عندنا طموح عالي في أولادنا إن انت تقول لابنك والله ابني أنا والله أتوسم أتوسم وعندي يقيم في الله عظيم جدا إن انت يا ابني يا حبيبي إن شاء الله اللي إن شاء الله هتفتح باية المقدس إن شاء الله يا حبيبي إن شاء الله يا حبيبي هتكون أميلي مؤمنين إن شاء الله تكون عالم من علماء المسلمين إن شاء الله ربنا إن شاء الله يعني يجعلك سبب هداية الأمة الإسلامية الولد يطلع من صغره ما شاء الله حاسس بكيانه حاسس بالمسؤولية حاسس بحبه للدين حاسس بأنه لازم يطلع حاجة كبيرة ما ينفعش يطلع حاجة أي كلام كده وخلاص داخل بالك المسألة عملا إزاي فالابن لما يطلع بالمنظر ده من صغره يطلع شاي الهم الدين تلاقي نسخة من غلام أصحاب الاخدود اللي احنا بلحك قصته النار ده يبقى انت لو عايز تبني أمة ابدأ من بيتك الناس النار ده اللي عمالة تقول والبلد والدنيا ومش عارف ايه ابدأ من بيتك كلكم راعي وكلكم مسؤولا عن رعاية يا أيها الذين أمانوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقوضوا هالناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ من شداد ومش عارف ايه والناس بعيدة والناس بقت وحشة ومش عارف طب ما تضبط نفسك كده عايز الناس تبقى رحيمة ارحم انت الناس ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم من لا يرحم لا يرحم ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء دائما كلما ترحم ربنا يؤثر لك من يرحمك وكلما تغفر ربنا يؤثر لك من يغفر لك ويسامحك وهكذا وكلما تؤثر ربنا يبعث لك او يرسل لك او يؤثر لك من يؤثرك على نفسه زي ما انت بتعمل هيعمل فيك والجزاء من جنس العمل وكما تدينه تداني فلحى نفسك من هاردة اخوي وحبيبي تم بولادك بأسرتك دي امانة امانة في اعناقنا جميعا ان ابنك ده لازم تربيه احسن تربيه احسن تربيه بجد انا اعرف يعني بعض الاسر ربنا يبارك فيهم يا رب وحفظهم الولد ماشاء الله سبع سنين يجب ان يختم القرآن ده مش ممكن لو تأخر ثمان سنين ده يعني ايه ده يعني ده يعني لا اصر محافظة والولد بعدا ميختم القرآن سبع ثمان سنين على طول يبتدي يحفظ في اللقل هو المرجان فيما اتفق عليه الشيخان ويبتدي ما شاء الله يلزم اي احد من اهل العلم علشان يتعلم على يديه اطلع الولد ما شاء الله نجيب الذاكيره بتاعته الهرد بتاعه يتملي صح ميجيش الهرد بتاعه يتملي ايه تلاقي اطفال صغيرين قد كده ايه مأساة اطفال صغيرين يمشيين في الشارع يغنوا احدث اغاني اللغنية لسه نزلا بارح والولد ما شاء الله الذاكيره بتاعته قوية فاللغنية تبقى لسه نزلا بارح والولد ماشي غنان نهاردة ايه ابني ايه ده يقولك دلغنية لسه نزلا بارح وليح اللي حياتي تحفظتها تستثمر قوة الذاكيره اللي عند الطفل ده وتاخده تسلمه الشيخ لحفظ القرآن وكل ده في مزح حسناتك واللي يحفظ القرآن يلبس والديه يوم القيامة تاج الوقار اليقوطة الواحدة فيه خيرا من الدنيا وما فيها الله اكبر والقرآن شفع مشفع وماحل مصدق من جعله امامه قاده الى الجنة ومن جعله خلفه ساقه الى النار ويعني القرآن القرآن اصلا صارك في الجنة يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق ورطر كما كنت ترطر في الحياة الدنيا فان منزلتك عند اخر اخر آية كنت تقرأها تقولي ما ستت تكنع ابن اقولك ايوه احنا اقولنا في الاول حديث النبع السلام الولد من كاسب ابيه ابنك راح يحفظ القرآن كل آية بيحفظها في ميزانك وميزانه كل آية بيرددها في ميزانك وميزانه يا اخي العزيز حبيبي في الله كلما ابنك ينطق بآية قرآنية الملائكة بتعمل ثلاث نسخ من الآية ديت ثلاث نسخ من الحسنات نسخة لابنك ونسخة لحضرتك ونسخة لزوجتك اللي هي والدة هذا الولد يبقى نسخة للابن ونسخة للأب ونسخة للزوج اللي هو الأم والأب طيب وفي نسخة رابعة كمان للمحفظ لو اراد بذلك وان شاء الله يبقى احنا كده عايزين ايه نفتهد فيه تربية اولادنا ربنا بير فيك تعال خشها الحتة اللي بعدها حتة ده اليقين وان الله عز وجل غالب على امره لا يمكن ومستحيل ومش يحصل ابدا في يوم الايام ان حاجة تحصل في الدنيا ده كلها ولا في الكون ده الا بأمر الخالق جل وعلا حد ما اعتقدت على الكلام ده في حاجة ممكن تحصل في الكون ده كله الا بأمر الملك بعض الناس اللي كانوا بيفصروا الظواهر بتاعت الزلازل والبراكين يقولك يا عم يقولك يا عم يقولك يا عم يقولك يا عم اعتقدت المعصية بالزلزلة ده يا عم زلازل يعني صخرة راجبة فوق صخرة كده فراح تديه عاملة كده فراح تديه نأزلة كده ظاهرة طبيعية تفهم زي اقولك ماشي وانا موافقك على الكلام ده بس نكمله الاخر هي فعلا صخرة كتعاملة فوق صخرة كده فده انكثرت سنة فراح تنازلة كده طيب الصخرة لو اتحركت هل تتحرك صخرة مش صخرة استغفر الله ظرة في الكون الا بأمر الله ده محال يا جماعة محال ان شيء في الدنيا دي كلها يتحرك او يهمس الا بأمر الخالق جل وعلا يبقى هي صخرة فعلا اتحركت وصخرة تانية كتصارت وحصن هبوط لكن كل ده بأمر الملك جل جلاله سبحانه وتعالى الملك في القصة ديت هو الساحر وكل الشعب وكل علية القوم اللي موجودين حوالين اللي هم الملأ يعني اللي موجودين حوالين الملك كلهم كانوا بيخططوا على ان الغلام ده واضح من ساق الحديث حاجة كده لم تذكر لكن تستنبطها الملك لما الساحر كبر في السن وقال للملك انا عايز غلام حاضر هجيب لك غلام عشان يعلمه الساحر يعني فيتضح مثلا من السياق مثلا وان كان الامر لم يذكر انه اكيد الملك طبعا عمل مستقى كبيرة جدا وبدأ يجيب الغلمان اللي موجودين في البلد ويعمل اختبارات زكاء ويشوف انا فيهم المتفوق ومين فيهم اللي مخه متفتح ومين فيهم اللي زكي لحدا ما وصل لغلام معين وهو ده هو ده بقى اللي هيب ايه هو اللي اقدر يعمل الموضو ده فطبعا بيه الغلام طيب الملك وكل الحشل اللي حواليه والساحر وكل دولة بيدبروا الامر على ان الغلام ده يبقى ايه يبقى ساحر لكن الملك جل جلاله يريد ان يصنع من هذا الغلام موحدا داعية الى الله عز جل ولن يكون الا ما قدره الله عز جل هيحصل ازاي الكلام ده ده اللي احنا هنعرفه في الحلقة اللي جاية اقول قولي هذا استغفر الله العظيم ريوه لكم سبحانك الرمى وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى ريه وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته